في عدد هذا اليوم من برنامج ديف الصباح أسعد فيه بسنافة الخبير في الشؤون الأمنية والجيوسياسية الأستاذ أحمد ميزاب صباح الخير أستاذ لعامو أنت بخير شكراً تربية الدعوة صباح الخير تحية طيبة وكل عام وأنتم بخير وكل عام والجزائر بخير شكراً أستاذ أحمد ميزاب جزائر التاريخ ملهمة الشعوب داعمة الحوار ورعية المصالحة والسلم في العالم لا تزال تواصل ملاحمها البطولية داخلياً وخارجياً سيماً مع الأشقاء حيث كتب بالأمس ليوم تاريخي أيضاً جديد مع الأشقاء الفلسطينيين في يوم الاستقلال من خلال لقاء تاريخي بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حركة المقاومة الإسلامية السيد الدكتور المقاومة الإسلامية حماس الدكتور إسماعيل هنية تحت إشراف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون وذلك بعد السنوات لم يجتمع فيها حول طاولة واحدة تحديداً منذ تاريخ الفين وسبعتاش أي زخم الفين وسبعة عفوان أي زخم تضيفه مواقف الجزائر التاريخية والمشرفة اتجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المرابط ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية خليني يقول أولاً نرجع ربما للتاريخ الثورة الجزائرية لطالما كانت ثورة ملهمة لشعوب العالم ولطالما كانت محطة من المحطات التي ساهمت في تحرير العديد من الدول الجزائر لطالما كانت تصنع التاريخ ولطالما كذلك كانت تصنع المحطات الفاصلة أعتقد بأن احتفال الجزائر بستينية عدية الاستقلال والشباب لم تكن فقط في إطار الاحتفال وإنما كذلك كانت في إهداء الدول الصديقة والشقيقة كذلك إنجازات وفواصل ومحطات حاسمة وأعتقد بأن الجمع ما بين الفرقاء الفلسطينيين عشية الاحتفال بالذكرى الستون لعد الاستقلال هو يشكل رسالة واضحة رسالة واضحة للجميع بأن الجزائر هو ذلك البلد الجامع والذي يسعى دائما إلى تسوية الخلافات والأزمات وهو البلد الذي لا زال ملتزم بقضيته الأم والأساس وهي القضية الفلسطينية لا ننسى من الأقوال المأثورة لدينا في الجزائر بأن استقلالنا منقوص حتى استقلال فلسطين بأن القضية الفلسطينية هو ذلك الإسمنت الذي يوحد ويفرق الأمة العربية انطلاقا من ذلك الجزائر قامت بهذه الخطوة المهمة وكذلك الأساسية في إطار تسوية الخلافات وإذابة الجليد ما بين الإخوة الفلسطينيين وأعتقد بأنها بداية لعمل سوف يسهم بشكل كبير جدا إلى إعادة الروح للقضية الفلسطينية وإلى أن نعود في الساحة العربية لنتحدث على القضية الفلسطينية كقضية موحدة وليس في إطار تجزئة القضية الفلسطينية إلى مجموعة من الأجزاء أو الأقسام نعم أستاذ الآن ما هي النتائج التي ستترتب على هذه المصارحة التاريخية خاصة أنه الوحدة السياسية الفلسطينية الداخلية كان يرى فيها مراقبون أنها من بين الحلول الأقوى لوضح حد للعدوان الإسرائيلي الذي يمارس جرائم إنسانية باشعة في حق شعب أعزل خليلني أقول أولا أنه الشعب الفلسطيني يقاوم في الكيان الصهيوني الذي وراء مجموعة من الدول التي تدعم بكل الوسائل ولا يمكن الانتصار في المعركة والجبهة مشتتة ومقسمة ورأينا أن الانقسامات الداخلية في فلسطين أثرت بشكل كبير جدا على القضية الفلسطينية وعلى حضور القضية الفلسطينية سواء كان على المستوى العربي أو حتى كذلك على المستوى الدولي رأينا فطورة هذا الانقسام على كافة المستويات على مستوى المعيشة بالنسبة للفرض الفلسطيني على مستويات سياسية وكذلك اقتصادية وحتى كذلك دبلوماسية بشكل كبير لذلك أعتقد بأنه من بين الرهانات والنتائج التي قد تترتب على أولا تقريب ما بين الأشقاء الفلسطينيين هو أن يسير كتلة واحدة وأن يكون الصوت الفلسطيني صوت واحد وأن تعود القضية الفلسطينية بقوة وأن تحقق خطوات نحو الأمام وأن تحسن من الظروف الواقع الداخلي للشعب الفلسطيني الذي عانى من هذا الانقسام وعانى كذلك من هذه الأزمة الداخلية وجعلته ينشغل على قضيته الأساس في مسائل داخلية ربما لا تسمن ولا تنجه أولا قطع الطريق أمام من كان يستثمر في هذه الانقسامات ويضعف من القضية الفلسطينية ويتاجر بالقضية الفلسطينية لذلك أعتقد بأن هذه الخطوة خطوة أساسية لعودة القضية أولا إلى المصار السحيح ولتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية ولتكون كذلك الصوت الفلسطيني أكثر تأثير وأكثر فاعلية وأكثر كذلك قوة نعم الآن في هذه النقطة أمام قطع الطريق أمام المستثمرين في القضية الفلسطينية بالأمس بعد ظهور صورة الرئيسة الفلسطينية سيد أبو مازن محمود عباس وأيضا رئيس السلطة رئيس حركة حماس كانت نقلت عديد المواقع الصحفية صحافة دولية خاصة ما إن كان هذا الظهور سيترجم بمصالحة فعلية وما هي إلا ساعات حتى فعلتها الجزائر لأنه كان هناك عديد من اللقاءات والاتفاقيات الاتفاقات بين الفرقاء من أجل المصالحة لكنها لم تفلح حتى الأمس في إنهاء حالة الانقسام ولكن فعلتها جزائر الشهداء بالأمس هل كيف يمكن الآن للفرقاء أو للطرفين حركة حماس وحركة فاتح الرئيس الفلسطيني تحديدا وسيد رئيس حركة مقاومة الإسلامية إسماعيل هنية وضحت أمام سماسرات القضية الذين يتجرون بالقضية الفلسطينية بما يخدم الصالح والداخل الفلسطيني خاصة مع ما يحدث الآن من هرولة نحو التطبيع العربي مع الكين الإسرائيلي خليني يقول أولا الكل يدرك بأن قيام السلطة دولة فلسطين كان على أرض الجزائر نعم النقطة الثانية أنه سبق أن السيد الرئيس السلطة الفلسطينية زار الجزائر وكان فيه في تصريح صحفي مع السيد الرئيس الجمهورية إعلان بأنه ستكون هناك مبادرة من أجل المصالحة الوطنية الفلسطينية الفلسطينية والجمع ما بين الأشقاء الفلسطينيين مؤتمر جامع قبل القمة نعم وبالتالي ليس بالمفاجئ بأن أولا نسجل حضور الأطراف الفلسطينية في الجزائر وأن تتوج هذا الحضور باللقاء الجامع الأولي الذي شهدناه يوم أمس وإنما أعتقد بأنه هو تأكيد أولا على أهمية الدور الجزائري على أهمية الارتباط ما بين الجزائر وفلسطين والأهمية جدية التحرك الدبلوماسي الجزائري حيال القضية الفلسطينية واهتمامها بالشأن الفلسطيني بما يخدم مصلحة فلسطين وكذلك الشعب الفلسطيني لذلك أعتقد بأنه ليس من الغريب الصورة التي رأيناها وإنما كان متوقع بأن نصل إلى هذه المحطة وإلى هذا المشهد الذي أثلج صدور الغيورين على القضية الفلسطينية المؤمنين بالقضية الفلسطينية المدافعين على القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني وبالتالي أعتقد بأن محطة الجزائر محطة مهمة لتوحيد الصفة الفلسطيني ولإعادة بعث الروح للقضية الفلسطينية ولتأكيد كذلك الرسالة المهمة بأنه لا يمكن أن نتحدث على واقع عربي أو على إصلاحات في البيت العربي إلا من خلال العودة للتمسك بالقضية الفلسطينية والدفاع على حق الشعب الفلسطيني نعم الجزائر أستاذ أحمد ميزاب لطالما رفعت من أجل وضح حد لظلم التاريخي الذي طلأ الفلسطينيين مع إخراجة القضية الفلسطينية من الدائرة التقليدية ووضعها على رأس اهتمامات المجبوعة الدولية ستكون أيضا القمة الفلسطينية القمة القضية الفلسطينية من بين أهم القضايا التي ستطرح في جدول أعمال القمة العربية المقررة هنا في الجزائر بل قمة الجزائر مثل ما أعلن عنها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تابون ستكون قمة فلسطين أي أثر إيجابي لهذه المصالحة اليوم على نجاح القمة العربية الموزمعي ققدها هنا في الجزائر خاصة أن هناك مؤتمر يجمع جميع الفرقاء قبل القمة لا خليني نقول أولا كان مقصود تغييب القضية الفلسطينية على السحة العربية بشكل أساسي بمعنى أنه أولا كان فيه العمل على تفكيك الجبهة الداخلية الفلسطينية وتقسيمها ومن ناحية الثانية العمل على ادخال المنطقة العربية في متاهات وفي أزمات داخلية في المنطقة العربية ورأينا ذلك من خلال تقريبا أكثر من عقد من الزمن نتاج الواقع الذي عرفته المنطقة العربية نتاج العديد من الأزمات وكذلك التحولات اليوم أعتقد بأنه في إطار رص الصفوف وفي إطار كذلك تعزيز مقاومات المنطقة العربية القمة العربية في الجزائر فاعتقادي بأنها ستحقق الاستثناء باعتبار أنه أولا القضية الفلسطينية سيعود بطرحة كقضية أساسية وكقضية كذلك محورية بترتيب أولا أنها تتصدر جدول الأعمال ويراد من خلاله أن تكون هناك مواقف في إطار دعم القضية الفلسطينية والالتزام بدعم القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا الأساسية والجوهرية في المنطقة العربية فاعتقادي بأن القمة العربية التي ستنعقد في الجزائر والتي تتزامن والذكر 68 لاندلاع الثورة التحري المباركة ستكون انطلاق حقيقي لتعزيز مقاومات العمل العربي المشترك وإن كان الواقع العربي يعيش الكثير من التحديات والكثير كذلك من التحولات إلا أن الجزائر قادرة على خلق هذا الفارق وعلى خلق كذلك هذا الاستثناء وعلى خلق هذا كذلك التمييز استعدت الآن فلسطينيا لزمام المبادرة وزمام أمورهم من خلال هذه اللقاء التاريخي من بين رئيس المكتب السياسي دكتور اسماعيل هنية ورئيس السلطة فلسطينية سيد محمود عباس هل سيدفع ربما الدول العربية إلى مراجعة مواقفها وحسابتها اتجاه القضية الفلسطينية تحديدا نعتقد بأنه هذا مسألة أخرى فيها يطول فيها الحديث وتطول فيها كثير التفاصيل لكن في اعتقادي بأنه الصورة اليوم للتقارم بين الأشقاء الفلسطينيين هي الصورة سوف تمنح زرعة من الفاعلية على المستوى العربي للتحرك على أكثر من المستوى في إطار السير نحو إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي بغض النظر على بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بكل بلد وإن كان التوجه نحو التطبيع مسألة ربما فيها الكثير من التفاصيل لكن دعيني أقول بأن العنوان الأساسي الذي يهمنا اليوم ويهم كذلك الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني أصبح يدرك من خلال العديد من التجارب التي مر بها بأنه يعول على نفسه يعول على إمكاناته يعول على قدراته بأنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة يدرك جيدا دعم الدول التي تكون كل الاحترام والتقدير للشعب الفلسطيني الجزائر دائما كانت ثابتة وكانت كذلك ملتزمة بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية أساسية وكذلك قضية جوهرية ولذلك أعتقد بأن نحن نسير في إطار دعم القضية الفلسطينية دون توظيفات سياسية ودون توظيفات أخرى ولكن كذلك علينا أن أقول بأن المشهد الذي رأيناه بالأمس كان رسالة قوية جدا لمن تنازل ورطة في أحضار الكيان الصهيوني من أجل الإضرار بدول أخرى أو المساس بأمن دول أخرى نعم وتبقى دائما مواقف الجزائر مواقف مشرفة وبكل تأكيد ستكون لها أثار إيجابية هذا اللقاء التاريخي الذي جمع رئيس السلطة الرئيس دولة فلسطين سيد محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة لحماس سيد اسماعيل هنية الدكتور أحمد ميزاف الآن نتقل إلى موضوع آخر من النقاش الاحتفالات باستنية الاستقلال كانت معطرة بعبق نوفمبر موشحة أيضا براية الحرية والاستقلال بعثت فينا جميع عن الفخر والاحتزاز بالانتماء إلى أرض الشهداء باحتقادي أستاذ أحمد ميزاف ستشاطرني بأن ما رأيناه بالأمس يؤكد ما قاله رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أن الجزائر وصلت بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية مرحلة ارتسمت معها وجه جديد لجزائر الثقة في الحاضر والأمل والمستقبل بكل تأكيد أعتقد بأن الجزائر اليوم تسير في إطار تعبيد الطريق نحو مشروع متكامل مشروع وطني متكامل ترتسم معالمه تتضح كذلك خطواته وتبرز كذلك نتائجه على أرض الواقع ونحن نحتفل بستينية عيد الاستقلال أعتقد بأننا أولا نتوج هذه الاحتفالات بمجموعة ميناء المكتسبات ودعيني ربما هنا أعود إلى افتتاحية مجلة الجيش التي خطها سيد رئيس الجمهورية القائد على القوة المسلحة وزير الدفاع الوطني بقلمه وهو يؤكد أولا الارتباط بالمحطات التاريخية في إطار تعزيز قدرات الحاضر وفي إطار كذلك رسم معالم المستقبل والجزائر من خلال مقاومات الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي استطاعت أن تتجاوز الكثير من المحطات وتحقق من خلالها مجموعة كذلك من النتائج الكل يجمع اليوم والكل يدرك اليوم بأن الجزائر بعد ست عقود من الاستقلال حققت قفزات نوعية وحققت كذلك مجموعة من الأشواط اليوم نحن نتكلم على دولة المؤسسات نتكلم كذلك على دولة المواطنة ونتكلم كذلك على دولة القانون بكل معاييرها بل نسعى إلى أن يكون للجزائر موقع في المعادلة الدولية من خلال تعزيز هذه المكتسابات نعم تفاعل المواطنون سيد أحمد ميزار مع الاستعراض الذين قدموا من كل ولاية الوطن كان هناك تفاعل من قطع النظير يؤكد مرة أخرى مدى تمركز الجيش الوطني الشعبي في عمق الوجدان الشعبي وإن كانت دائما هذه الصورة من وجهة نظري جلية ولم تحتاج يوما إلى برهان أو دليل ما أهمية عامل الوحدة بين المؤسسات من جهة وبين المؤسسات والشعب لكاسب كل الرهانات ومواجهة جميع التحديات خليني نقول أولاً لما نتكلم على مثل العلاقة ما بين الجيش الوطني الشعبي والشعب الجزائري نحن نتكلم على علاقة انسهار على علاقة وحدة تشكلت من خلال محطات أساسية ومهمة لا ننسى بأن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني ولد من لدن الشعب الجزائري وهذا ما سبغ هذه الصورة وهذه الرابطة المقدسة واعتقد بأن هذا يشكل مرتكز أساسي بأن إذا أردنا أن نحقق النجاح وأن نحقق كذلك مواجهة مختلف التحديات ونصل إلى التحقيق كذلك الأهداف الاستراتيجية في مشروع متكامل استوجب أن يكون هناك التزام بعمل تعزيز مقاومات الوحدة الوطنية من خلال تعزيز الأليات والأدوات التي تعزز مقاومات الوحدة الوطنية رأينا يوم أمس بأن المواطن الجزائري جاء من مختلف الولايات وليس فقط من العاصمة ليحضر العرض العسكري وليفتخر بمؤسسة العسكرية التي يرى نفسه من خلالها والتي كذلك يتفاعل معها في كل المحطات وفي كل الظروف وفي كل كذلك الأزمنة ولذلك أعتقد بأن هذا في حد ذاته يشكل الأرضية ويشكل المادة التي يمكن من خلالها تأسيس هذه القاعدة في إطار الانطلاق نحو المستقبل ورفع الرهانات عاليا واليوم الجزائر ترافع لأجل ذلك من خلال رؤية متكاملة من خلال كذلك مقاربة متعددة العبعات لذلك أعتقد بأن الالتزام بهذا المبدأ هو يعتبر عقيدة ستظل في الجزائر وهي عقيدة الوحدة الوطنية والتماسك والارتباط بالمؤسسات نعم أستاذ يقال أن الذاكرة مع الوقت تفقد بريقها لكن أتوقع أن بواسل جيش تحليل وطني قد أثبتوا عدم صدقية هذه العبارة ونحن نشهر يسقل عد بني عباس الصمام دلالة على أن الذاكرة الآن محفوظة لكن هذا الجهد يحتاج إلى التمتين من بقية فواعي المجتمع وبقية المؤسسات لتحقيق الأهداف المشروع المتكامل الذي تحدثت عنه منذ قليل خليل نقول نبدأ بمقولة ومثل يقول كما لا تاريخ له لا حاضر له ولا مستقبل نعم اليوم إذا كان لا يكون هناك ارتباط بالتاريخ ولا يكون هناك اعتزاز بالمحطات التاريخية أعتقد بأنه لا يمكن أن نتحدث عن الحاضر ولا يمكن حتى أن نفكر في المستقبل الجيش الوطني الشعبي دائما هو ملتزم برسالة الشهداء ويدرك جيدا بأن الجزائر ما كانت لتكون لولا التضحيات ولولا القوافل من الشهداء ولولا أنه النضال الجزائري الذي صنع التاريخ طلت أكثر من 132 سنة فبالتالي المعركة هي معركة الحفاظ على الأجيال القادمة وكيفية إيصال الرسالة للأجيال القادمة حتى تستطيع أن تدرك الوضع الذي هي تعيشه وتعيشه لذلك نجد دائما في كل زاوية من زوايا هذه المؤسسة إلا وهناك الجانب التاريخي الحاضر سواء كان بالاعتزاز بالمناطق الشامخة في الجزائر أو كذلك بمنضحهم لأجل أن تحيي الجزائر أو حتى كذلك بمحطات تاريخية فاصلة في تاريخ الجزائر لذلك رأينا يوم أمس قلعة ابن عباس والتي تعتبر من أهم حاملات المروحيات وهي متعددة المهام وكذلك تقوم حتى بتنفيذ مهام إنسانية نهيك كذلك على الغواصات بأسامي جبال شامخة بون شاريس وبالتالي هذا يعطينا صورة بأن الالتزام أو الاعتزاز بانتماءنا بدرجة الأولى هو الذي يجعلنا نسير نحو الأمام ونحقق النتائج بهذا الشكل ورأينا حتى كذلك في تقديم المربعات كان مربع المجاهدين بلباس المجاهدين إبان ثورة التحرير المباركة على أن المستقبل سيكون في حجم الماضي بكل تأكيد بمعنى أن ما وصلنا إليه اليوم ما كان يعني هكذا بالمجان وإنما كان عبر مرحلة من التضحيات وكذلك من العمل ومن الإنجازات ولذلك أعتقد بأن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي دائما تقدم لنا الدروس وتقدم لنا كذلك النماذج الخالدة في إطار الاعتزاز بالوطن والالتزام وكذلك الحفاظ على الذاكرة التاريخية ولكن في المقابل هناك جهد يجب عمله من جميع فواعي المجتمع بكل تأكيد أعتقد بأن اليوم ما نقدرش نتكلم على بناء الجزائر أو على تعزيز مقاوماتنا أو حتى كذلك على تعزيز مقاربتنا الأمنية إذا ما كان ما تكلمناش على المقاربة التكاملية المقاربة التشاركية المقاربة التي يتفاعل فيها الجميع وينخرط فيها الجميع لا يمكن أن نتحدث اليوم على تجاوز التحديات ولا كذلك رفع الرهانات أو تحقيق أي شيء كان ممكن أن نفكر فيه دون ما أن يكون فيه وضع اليد في اليد بالدرجة الأولى تعزيز مقاومات الوحدة الوطنية بالدرجة كذلك الأساسية وكذلك الانخراط في معادلة البناء بشكل أساسي جيش قوي اقتصاد قوي مجتمع متماسك أيضا أستاذ العملية الاستعراضية أظهرت مرة أخرى خاصة في ذا العدم الاستقرار الذي تعرف المنطقة لكن من المهم أيضا الحديث عن ما يستند عليه الجيش من أحكام الدستور والتزام الجزائر بمواثقها الدولية ومعاهدتها الأممية مثل ما جاء في كل مرة التذكير من قبل الضابط الذي أشرف على تقديم الاستعراض بكل تأكيد أولا خليني يقول بأن الجيش الوطني الشعبي مؤسسة متكاملة مؤسسة أولا تدرك مهامها المنطقة والمخول لها من قبل الدستور وهي كذلك مؤسسة تدرك كذلك المواثيق والمعاهدات الدولية والالتزامات كذلك الدولية وهي تعد من المؤسسات التي تلتزم دائما بمختلف هذه المواثيق وهذه المعاهدات في وقت السلم وفي وقت الحرب كذلك وانطلاقا من ذلك رأينا حتى من خلال العرض العسكري بأنه كان فيه دائما ربط تقديم الأسلحة بالمواثيق الدولية والالتزامات وفقا لمثاق الأمم المتحدة باعتبار أن أولا العقيدة عقيدة دفاعية للجيش الوطني الشعبي عقيدة واضحة بأن مبدأ الجزائر في عدم التدخل في أشؤون الداخلية للدول كذلك مبدأ أساسي وقائم وبأن كذلك مهام الجيش الوطني الشعبي هي مهام واضحة في إطال الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية أمن وسلامة وتراب البلاد وكذلك الجاهزية القتالية في حال الاعتداء على أمن وسلامة البلاد نعم الأحداث أيضا اليوم كبيرة وكبيرة خلال هاته الأيام اليوم أيضا سنشهد حفل اختتام فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي كانت ناجحة بكل المقاييس وفقا للمرحدون في الداخل وفي الخارج هكذا مناسبات كيف يمكن استثمار فيها مستقبل لتعزيز مواقعنا داخليا وخارجيا لا أعتقد بأنه هذا النجاح الذي يشكل العلامة الكاملة بالنسبة للجزائر وكثار بعث نسق جديد وكذلك في بعث روح جديدة بمعنى أنه يدخل في حركية دبلوماسية متكاملة في نشاط دبلوماسي متكامل بالنسبة للجزائر وهذا ما يشحذ الهمم وكذلك يعزز من أن يكون هناك الاستمرار في العمل في إطار تبوء المكانة المطلوبة والموقع كذلك المطلوب بالنسبة للجزائر وأعتقد بأن هذا النجاح هو يقدم لنا صورة الجزائر الجديدة بهذا المشروع الوطني المتكامل وأعتقد بأنه أمامنا عمل كبير في إطار تحقيق إنجازات كبرى لأنه بدأنا بالنجاحات ولا أعتقد بأن الجزائريين سوف يرضون إلا بالنجاح بكل تأكيد والآن الجزائر بدأت تتبوأ المكانة التي تستحقها فعلا نحن الآن في ملاعب الكبار تستوجب علينا العمل مواصلة الزخم وأيضا اليقظة أستاذ أحمد ميزاد بكل تأكيد أعتقد بأنه اليقظة ضروري لأنه لا ننسى بأنه اليوم الجزائر قدمت صورة متكاملة لبلد أولا يسعى إلى تأسيس نهضة اقتصادية إلى بلد يسعى كذلك إلى الاستثمار الإيجابي في العنصر البشري إلى بلد كذلك يمتلك من القدرات العسكرية ما يبوئه مواقع متقدمة إلى بلد يسعى إلى أن يتموقع في المعادلة التحولات العالمية الكبرى إلى بلد أكد بأنه قوة إقليمية على كافة المستويات وإلى أنه بلد يصدر للسلم والاستقرار وبالتالي أعتقد بأنه يجب أن نعمل على صناعة التكامل الحقيقي على المستوى الداخلي على تعزيز مقاومات الوحدة الوطنية على المستوى الداخلي وعلى كذلك الجاهزية واليقظة والوعي بمختلف التحديات والتحولات شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد ميزاب الخبيف شؤون الأمنية والجيوسياسية على كل هذه الإطراءات القيمة أكون دائما سعيدة باستضافتك شكرا مستمعين إلى اللقاء